اهلا برج السرطان في قناتي. رح نشوف شوية توقعاتك العاطفية القراءة مثل دائما رح تكون البرج الشمسي والقمري والطالع وايضا تقبل العكس. يعني الابراج اللي عم بتتابع لبرج السرطان ممكن تشوف انه بعض الاشي اللي بحكيها طاقتها تكون مشابهة لطاقتك او قريبة من طاقتك. طبعا خد من الفيديو دائما الاشي اللي ممكن تستفيد انت منها. وترك الباقي. ممكن يكون فيه بالفيديو رسالة او اشي معين ممكن انت تستفيد منه. فاخد هاد وترك الاشياء الاخرى. رح نبلش بطاقتك اول. بعدا رح نشوف طاقة الشريك. خطواتكم في المستقبل. وشو رح يكون مصير العلاقة بينكم. طيب رح نبلش بكروت النصيحة اول لبرج السرطان. بدك انت حاليا عم تمر بموقف او وضع بدك تكون صبور اكتر مع الموقف. او بدك تكون صبور اكتر مع الشخص اللي انت عم تتعامل معه. ايضا برج السرطان انت بتخبي مشاعرك اللي بتحسه كتير. فبكروت النصيحة بتحكي لك انه خليك خليك متل ما انت حاول انه تظهر مشاعرك الحقيقية لها الشخص لانه ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه يكون مش سريع بلقة الاشارات منك او بفهم التلميحات اللي بتعطيله. في عندك بدك تحاول تكون منصف اكتر مع الوضع. لانه في عندك رقم ستة عادة بيكون بيحكي على اه التوازن بالتاروت. فبالنسبة لكروت النصيحة بتحكي لك انه الافضل انه تخلي الوضع في اه شوي توازن. حاول تفهم منظور الشخص الاخر للعلاقة. وفكرة الشخص الاخر للعلاقة. ومش كتير بس تركز على انت شو بتحس ومشاعرك انت وبشو انت ان جرحت. بدون ما يكون فيه عندك مفهوم. الا نظرة الشخص الاخر. يعني حاول تحط حالك فيه مطرح الشخص الاخر. طيب. عم شوفك ايضا. رافض فكرة الحب حاليا. هو مش عم تسمح لشخص في عنده عروض حب او بده يقدم لك عروض حب. مش عم تسمح لهالشخص بالاقتراب. والسبب انه انت عم تبحث على اشي جدي. ما عم شوفك عم تبحث على اشي عابر. لانه انت بتطمح الى الى رابطة تكون قوية. مشوفك كتير مركز على الوضع العاطفي. ولكن محبط من الوضع العاطفي اللي انت فيه. لانه تحكي عن او رفض لاشي معين. فممكن تحس انه انت مرفوض من الناحية العاطفية. او تحس الطرف اللي انت عم تتعامل معه مش عم يفهمك تماما من الناحية العاطفية. ممكن ايضا تكون عم تتعامل مع برج هوائي. برج ناري. او برج الميزان. برج الجوزاء ايضا عندك. غير هيك ممكن يكون اي برج تاني. ولكن الطاقة اه طاقة الحبيب او طاقة شريك شوي متهورة. الشخص اللي انت هم تتعامل معه شخص متسرع. شخص ايضا اه اذا كان برج ناري شخص اللي هم تتعامل معه. نعم شوفه متسرع كتير بالحكي. اه ما بيفكر قبل ما بيحكي. واذا كان نعم تتعامل مع برج هوائي. الشخص غير قادر أيضا على أنه يحقق التوازن بغض النظر عن الفكرة اللي بيأطيها لإلك أو أنت كيف تشوفها الشخص من بره إلى أنه شخص أنت بتحس أنه مش متقلب المزاج ولكن مختلف الآراء يعني يوم ممكن يكون بيقدم لك عروض حب وإشي مثل هيك ويوم آخر ممكن يكون منطوي على حاله أكتر فأنت عم تشوف أنه العدالة العاطفية مش عم تحقق مع هالشخص لأ ممكن يكون هو عم يحاول أنه هالشخص ممكن يكون عم يحاول أنه يكون متوازن ولكن أنت على الصعيد العاطفي عم تحس أنه أنت اللي عم تعطي أكتر من هالشخص أو أنت عندك مشاعر تعطيها أكتر من هالشخص بالنسبة لخطوتك في المستقبل أم شوفك عم تحاول في عندك كتير ستات وفي عندك في عندك كتير كروت بترمز إلى أنه أنت عم تبحث عن التوازن أو أنت أو الطرف الآخر محدود بمطرح أنه في عندك لازم تختار بين شيئين وعم شوف أنت وطاقتكم المشتركة حاليا الأمور بينكم أو متوقفة أو ما في حكي ما في حركة بالعلاقة ما في أو طاقة عم تتحرك أنت خطوتك بالمستقبل عم شوفك بدك بداية جديدة ممكن تكون مع هالشخص ممكن تكون بداية فقط جديدة مع شخص آخر أو حتى أو حتى ما بدك تفوت بعلاقة لبعض منكم لأنه أنت عم تبحث عن عم تبحث عن الشفاء عم تبحث أنك تداوي حالك وتشافي حالك من الموقف اللي أنت فيه عم تبحث أيضا على علاقة يكون فيها التوازن بالأخذ والعطاء ولكن عم شوفك بالمستقبل طاقتك كتير مختلفة عن بداية القراعة عن طاقتك الحالية حاليا أنت ممكن تكون بوضع شوي محبط عاطفيا ولكن في المستقبل في عندك أو عندك تفاعل أكتر أو نظرتك تكون إيجابية أكتر فحتى ممكن تمر بمرحلة مثل التنوير بحياتك أو بالفترة القادمة رح تمر بمرحلة من التنوير أكتر عم شوفك أيضا عم تحاول تاخد الأمور ببساطة بالمستقبل رح تحاول تكون دبلوماسي أكتر أو تتفهم وضع الطرف الآخر أكتر أيضا عم شوفك يعني عم تترك هاتيجي متل ما تيجي بالنسبة لخطوات حبيبك بالمستقبل حبيبك في عنده شغل كتير أو شخص اللي عم تتعامل معه في عنده شغل كتير أو شغل روحاني على حاله لأنه هالشخص متناقض جدا بنفسه من جوه متناقض عم يمر بكونفلكت أو عم يمر بصراع داخلي ومشان هيك بيعكس على العلاقة بتصرفاته معك لأنه هو عم يحاول يجمع أكبر قدر من المعلومات اللي ممكن تساعده في اختيار قرار يكون عادل هالشخص ما بيحب الوضع اللي هو فيه حاليا هو يعني مش مش نيته إنه يكون متقلب المزاج ولكن هو من جوه بيحتاج إلى الشغل آم بيحتاج إلى الجلسة مع الذات مثل ما بنحكي لحتى يفهم هو وضعه شو هو شو بيريد ولحتى يعرف يحل الصراع الداخلي اللي هو عم يمر فيه مشان ما يعكس هالشي على العلاقة ولكن عم شوفكم انتو في المستقبل يعني عم شوف انت الشخص اللي مشاعرك أكبر بالعلاقة من هو هو آآ شخص ممكن يكون بالغالبية برج هو هوائي لانه آآ شخص بيحب يحلل الأمور بطريقة منطقية ممكن تكون منطقية زيادة عن اللزوم أو أكتر مما برج السرطان بيحب ممكن انت بدك آآ منه ردة فعل من الناحية العاطفية عم شوف أغلب كروتك عاطفية وأغلب كروتو منتل أو عقلية فهالشخص عادة بيقترب للأمور بطريقة تحليلية وكأنه يعني عم يحل مسألة أو عم يحاول يفهم مشكلة أو شي معين بعكسك انت انت قراراتك اللي بتاخدها وبتكون مبنية على عواطف على انت شو بتحس من جوا ممكن يكون الوضع بالنسبة لإلك مش كتير منطقي متل ما هو هالشخص بيحل الأمور أو بيفكر بها الطريقة عم شوف أيضا طاقتكم المشتركة فيه رح يكون فيه هدوء بينكم مش رح يكون فيه حاكي كتير فيه الطاقة بينكم ولكن عم شوف انه هو اللي اكتر بيحاول يتقص عن أخبارك أو يعرف معلومات عنك أكتر منك انت عم شوفك انت مركز على على روحانياتك أكتر على حالك أكتر على شغلك أكتر يعني على تطوير ذاتك أكتر من ما هالشخص مركز على انه يفهمك أكتر أو يفهم شو الغلط اللي صار بالعلاقة وليش صار هيك بدنا نسحب كروت توضيحية نشوف هالشخص شو هو الاشي اللي هو بصراع بأمره ممكن يكون شخصين ممكن يكون علاقتك انت معه وطبيعة شغله أو اشي مثل هيك بس بدنا نوضح شو هو الشي اللي هو من جوا داخليا عم يمر بصراع من أجله طيب فهالشخص حاليا بفترة أو بده يدخل بفترة هدنة أو عم يبحث على نوع من الخلق أو العزلة لحتى يفهم وضعه أكتر ولكن الشخص هيدا متناقض بجوا حاله أو الشي اللي هو يعني مدايقه أو مش عارف يوجد له الحل هو إنه عم بعتقد هالشخص ما بيعرف يتصرف مع مشاعره أو عم يحاول يحلل مشاعره أو يوجد تفسير منطقي للمشاعر اللي هو بيحس فيها فبالغالبية البرج اللي أنت عم تتعهل معه برج هوائي لأنه يعني المشاعر عادة ما بتتحلل ما بتنفهم هي بتنحس فقط ولكن هالشخص عم يحاول إنه يفسرها إنه ليش أنا عم أحس هيك ليش عم أحس إنه هالشخص هو شريك حياتي هالشخص هو سول ميت ليش أنا بدي أقدم لهالشخص عرض حب ولكن يعني مسبب له صراع داخلي أكتر من ما هو خارجي هالشخص عنده صعوبة جدا بالتعبير عن شو هو بيحس بالذات إذا كانت يعني إشي بتخص المشاعر هو بيحب يظهر بصورة شخص كتير متوازن شخص كتير مش إكستريم أو ما بيميل لأي كف أو لأي جهة ولكن من جوه مشاعره فياضة ولكن صعب عليه إنه يعبرها أو يحكي فيها طيب بدنا نشوف آآ بالمستقبل هل رح يصير فيه بينكم تواصل لأنه بين الوضع الغالبية منكم فيه سكون فيه هدوء ما عمشوف فيه مشاحنات أو فيه مشاكل صارت بينكم ولكن فيه انقطاع بالتواصل فبدنا نشوف هل رح يصير فيه تواصل بينكم آآ انتو الاثنان بالمستقبل رح توصلوا إلى فيه عندكم شغل رح يصير بالمستقبل شغل بالعلاقة أو بالاستمرارية العلاقة وبارتباط بالعلاقة عمشوف أيضا فيه طرف منكم إذا كان فيه بينكم صراع على السلطة بالسابق فيه طرف منكم هو اللي رح ياخد آآ زمام الأمور بالعلاقة ما بعرف مين رح يكون الطرف ولكن فيه طرف رح ياخد هو زمام الأمور بالعلاقة وعمشوف فيه مجهود رح ينحط كتير عالي وبرغم انه آآ هالكارت بيرمز أحينا عن مجهود بنحط ولكن ما بيعود بالنتيجة اللي انت بتدكيها ولكن المجهود اللي رح ينحط يعني الوضع هون بالمستقبل بيحكي انه بيتطلب منكم آآ صبر كتير عالي إذا انتو الاثنين عم تطمحوا إلى تحقيق آآ أسرة أو إلى تحقيق أساسات صالحة بحق هالآ هالعلاقة أو اشي آآ مستديم إلى المستقبل سواء كان علاقة جدية سواء كان خطوبة سواء كان زواج ولكن عم شوف انه بالمستقبل النظرة بينكم متمركزة أكتر على الصورة الأكبر بالعلاقة مش على التفاصيل الصغيرة اللي عم بتصير ولكن هي على الصورة الأكبر بالمستقبل في شغل كتير بينكم لازم يصير عم شوف انه في مجهود عالي بده يصير من الطرفين لانه هالطاقة طاقة مشتركة بينكم من الطرفين في مجهود عالي رازم يصير ولكن متل أي علاقة يعني انك تبدأ علاقة شي وانك تخلي العلاقة دوم شي آخر فأي علاقة انت بتطمح الى انه تخليها الى المدى البعيد او الى انك تكون مستقبل مع هالشخص لازم يكون فيها مجهود ما بتكون عادة سمود او الطريق ما بيكون عادة سهل ولكن كلا الطرفين هون مستعد لانه يحط مجهود في العلاقة طيب بتوقع هدا كل شي ناقشنا ما في اي اشي مش واضح انه لانه حكينا هل رح يكون فيه تواصل بينك وبينه الشخص مش واضح هون انه فيه او تواصل حرفيا بينكم ولكن عم شوف انه سواء حكيته مع بعض او ما حكيته مع بعض عم شوف انه انت عم تشتغل على حالك وهو ايضا عم يشتغل على حاله بطريقة مختلفة لانه انت عم تحاول تصلح من حالك يعني اشيا وهو عم يحاول يصلح من حاله اشيا انت عم تحاول تتشافى وتطور حالك وهو عم يحاول انه يفهم مشاعره اكتر او يفهم او يستوعب انه عادي يبين او يظهر مشاعره انه شخص كتوب جدا الشخص اللي عم تتعامل معه فعم شوف انه سواء حكيته مع بعض او ما حكيته مع بعض المجهود موجود هون لانه في عندكم مفهومة للصورة الاكبر اللي بدكم تحقوها مع بعض بس هو حتى اذا ما صار في تواصل اللي في عندك هون 8 of 1 زال كده تبيحكي على تواصل سريع فهالشخص ممكن الشي اللي متناقض بامره ايضا هو انه بده يحكي معك ولكن الامور مش كتير بتسمح انه هو يحكي معك وهو متناقض وبده يعترف لك حتى بانه يحبك او في مشاعر تجاهك ولكن صعب عليه انه يعبر فبتوقع هالشخص بيحتاج الى انه يوجد نوع من الشجاعة جوته واللي هي مبين انه رح توجد لانه طاقة كتير مهيمنة فعم شوف انه هو في عنده زي يعني وقفة معينة او موقف معين رح ياخذ من الوضع بانه هو اللي يتقدم ويحكي معك بالذات لو انتهي امرأة برج السرطان وهو رجل يعني اوكي حبايبي برج السرطان اه بتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها اذا حبرت الفيديو لا تنسى تحط لي لايك وكومنت شير وسبسكرايب ان شاء الله رح جوفكم في فيديو قادم شكرا لكم جميعا